أهلا بكم. نحن نقوم بعمل أكتيفتي تانية بردو هات ورقة وقلم. نحن نتغلب بها على مخنا ممكن يضايقنا او يخلينا نعمل حاجات مش مفيدة. نحن نحن ندخل حاجة حاجة وحشة حصلت لك في حياتك. amanك مكتابة الانتخابة على الوزن ويجب الانتخابة ، لكن قومنا نكتب بمكيش وعايز تركيز. اكتب حاجة فعلاً كل ما بتفتكرها بتتدايق وتحس بحزن وتفتكر حاجات وحشة وقف الفيديو و اكتب ارجو ان انت تكون كده بحاجة وحشة انا اسف ان انا بفكرك بذكريات مش كويسة لكن هطلب منك دوليات الحياة طلب سخيف شوية حاول تفكر الحاجة الوحشة اللي حصلت لك دي فقد حد عزيز فقدت شغلك حصل انك اضطرط من فريق كنت بتحب تنتمي لي حاجة فعلاً بتدايقك كل ما تفتكرها فكر بقى معي الحاجة اللي بتدايقك دي حصلت لك ايه الفوايد اللي عادت عليك منها ايوان فكر بالراحة فكر بالراحة حاول بقى تهدي المشاعر شوية لو لسه متدايق بسبب انك افتكرت الحاجة اللي الترك عليها دي اهدى شوية وروح اشرب حاجة ووقف فيديو وروح اعمل اي حاجة تاني وارجع وتتفكر بودد يا ترى ايه الفوايد اللي ممكن تكون عادت عليك من ثقة حد كل مكان من فقد عزيز ايه الفوايد اللي ممكن تكون عادت عليك من انك عقدت من الض Navaj ايه الفوائد اللي ممكن تكون عادة عليك من ان انت فقت مبلغ كبير جدا من فلوس او خسرت فلوس في حاجة ايه 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 وقف وفكر وبعد ما تجيب ثلاث حاجات تكتبهم تعال شغل فيديو تاني ما تشغلش الفيديو وما تكملش الكورس الا اذا قدرت تتعدي العقبة دي عقبة ان انت تكتب ثلاث حاجات استفدت بيها وقف الفيديو دلوقتي وكتب شكرا ان انت رجعت بما ان انت رجعت يبقى انت كتبت ثلاث حاجات استفدت بيها من المصيبة اللي حصلت لك انا عارف ان ده التدريب مؤلم والتدريب مزعج وبياخد مجهود فضيع من اي بنيادة القبيعة على الاقل في الاول لما بتفكر في ان حاجة بتضيقك قوي كده ممكن تكون طلعت منها بفوائد لكن الحقيقة ان انت لو كتبت فعلا دلوقتي ثلاث فوائد يبقى الحاجة فعلا بيطلع منها فايدا مفيش حاجة ربنا كتبها لك عشان يعذبك وبس ربنا ما كتبش عليك ان انت تعدي بالمشاكل وتعدي بالحزن وتعدي بالقلم وتعدي 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 بكل ده عشان يعذبك ربنا مش خلك عشان يعذبك ربنا بيمتحمك ربنا مش بس بيمتحمك ده رب دايما ربنا كتب لك في القضاء بتاعه الخير انت اللي مش اخبالك من خير لما عملت الاكسرسايز ده انتبهت للقضاء ان كان فيه خير ولو رجعت وافتكرت الحاجات التانية الوحشة اللي حصلت لك في حياتك هتلاقي ان فيه خير كتير قوي 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 عاد عليك بسببها مفيش حاجة بتحصل لك في الدنيا من خير ما يكون جاي لك نراها خير حتى المرض حتى الفقدان العزيز حتى فقدان المال حتى 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 كل ده راجع عليك منه فايدا قول الحمد لله نحن عملنا دلوقتي ده الحقيقة اكسرسايز علمهولنا شيرزاة شامين لكن زي ما انتو شايفين انه له اصول في حياتنا وفي دينا وفي اخلاقنا وفي التربية اللي تربناها ان احنا فعلا مافيش حاجة كلها ضرر بالعكس ده مفيش حاجة اسمها ضرر ده كل حاجة تمت تمت بقضاء ربنا ومعنها تمت بقضاء ربنا يبقى هي خير وانت بس اللي مش واخد بعد يبقى الاكسرسايز ده اعمله كتير هتحس احساس تاني هيتغير منظورك عن كل المشاكل اللي انت قاعد تشوفها وتعيشها يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ان كل الحاجات اللي فاتت طلع من وراها مصلحة يبقى الحاجات اللي جاية هيجي برضه من وراها مصلحة انت اللي مش واخد بالك خلي ده في بالك دايما وما تنساش انك تبتسم كل ما تقابل مشكلة وكل ما تقابل مصيبة وكل ما تنسى ان ربنا بقدر لك الخير ابتسم وقول الحمد لله وتشوفك في المحاضرة الجاية ان شاء الله